توقع النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجلته 2030 للتنمية المستدامة العالمية محمود محي الدين أن يبلغ نمو الاقتصاد الكويتي وفق تغديرات المجموعة نحو 3.1% خلال عام 2019 وأن يحقق الاقتصاد العربي نمو يقدر بـ 2.3% وقال محي الدين خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الأقلمي للبنك الدولي في البلاد أن دولة الكويس ستقدم هذا العام تصورها وبرنامجها عن التنمية المستدامة في نيويورك خلال الاجتماع الرفيع المستوى للسياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة المزمع عقدها في يوليو المقبل وستقدم فيها 49 دولة برنامجها الطوعية للتنمية المستدامة